والله انا فرحان فرحة لا توصف كان هم بناتي بالزبط وما قد بناتي يعني او قد بنتي انا فرحان جدا بيهم الشكر ربنا سبحانه وتعالى وبعدين كمان عايز اشكر رحمة الكردي زميلي العزيز اللي عمل الموضوع ده وعمل التقرير ده جدع كردي مي مي احنا معنا طبعا مجموعة من زملائنا يعني اللي بيعملنا التقرير دي زي حجاج عشان حجاج اول ما بشكر كردي قال ليه حجاج راح بعيتلي قال لي طب وانا ده انا صاحبك كلكو صحابي واخواتي وفعلا عندنا فريق عمل اكتر من رائع بصراحة مش عاوز انسى اسمأ يعني لكن هرجع تاني واشكر ربنا سبحانه وتعالى انا فرحتي بالبنات التلاتة دول لا توصف ده بجد والله وشوفوا هم فرحتهم عاملة ازاي وشوفوا التواصل والسرعة بتاعت الاستجابة من وزارة الداخلية الى اي مدى قالك اقل من 24 ساعة من عرض التقرير لان الداخلية هي اللي بتكلم ده اللي انا عايز اقوله لك الدولة هي اللي بتروح لك مش انت اللي بتجري وراها هي اللي بتروح لك هنا اقولك ارجوكو 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 متاخدوش بس التقرير كده بانه احنا عملنا حاجة وتشافت وتم الاستجابة وفرحانين كلنا والبنات فرحانة واهل القرية هناك فرحانين وما الى ذلك مسألة ابعد من كده احنا مش عاوزين الموضوع ده يتكرر تاني اذا سمحتوا البنات التلاتة دول اللي عجبني اوي فيهم ان هما فرحانين بان هما كده هيقدروا يخشوا المدرسة ودي اول حاجة فاحنا عاوزين نساعدهم يعني اذا كانوا اخواننا في حياة كريمة او في صندوق تحية مصر او في حزب مستقبل وطن لانه دايما معني بالحاجات الاجتماعية اللي زي كده احنا عاوزين نساعد البنات دول ان هما يخشوا يكملوا تعلمهم او يبدأوا تعلمهم في المدرسة وانساعدهم بالمهمات الدراسية يعني ايا من الجهات التلاتة كلها جهات اكتر من رائعة وجميلة ومحترمة وبتشتغل حلو جدا 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 مع الناس صحيح عندي انحيازاتي ناحية الحزب بالصبر ده انا رجل في الحكاية دي هبقى مهني الى ابعد الحدود يعني التلاتة فعلا زي الفل في نهاية خالص الهدف هو خدمة المواطن المصري عايزين نساعد البنات يخشوا المدرسة عايزين نساعد البنات في مصروفات المدرسة دول ما اللي همش حد غير ربنا اولا والدولة مصر ثانيا اهليهم على قد الحال جدا زي ما احنا عارفين وشايفين عايزين نساعدهم يخشوا المدرسة ومصروفات المدرسة ولبس المدرسة والمهمات الدراسية ويوم ما يتجوزوا عايزين احنا اللي نجهزهم نبقى إحنا الأب والأم ياريت ياريت أتمنى أنه ده يحصل بإذن الله وعندي ثقة بإذن الله أنه ده هيحصل إلا بياكم من الجهات التلاتة المجتمعة هيحصل توافق هيحصل جهة منهم في النهاية هي كلها بلد وحدة اسمها جمهورية مصر العربية باللي بيحصل ده هي الجمهورية الجديدة